اشتركوا في القناة كما استمع جراد العرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول فاق بعته وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء أعلن وزير تجارة كامل رزيق عن إجراءات تأطير الاستراد من خلال إلغاء نظام الرخص الاستراد وتعويضه بنظام الإتاوة الإضافية ونوها الوزير بضرورة تكريس مبدأ التخصص المعتمد في نشاط الاستراد في إطار دفتر الشروط وكدرزيك أن طريقة القطاع ترتكز من خلال أعداد وتنفيذ الميزانية على ترشيد النفقات وإعادة التوازنات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات عن طريق عقلنة الاستراد وترقية الصاديرات خلال المحروقات بالتنسيق مع جميع شركات الفاعلين في المجال من هيئة حكومية وأرباب عمل وكذا متعملين اقتصاديين أعلنت وزارة وصحة عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا واحدة عشر حالة وفات خلال 24 ساعة أخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11268 فيما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 799 وفات وهذا حسب ما كشف عنه رئيس لجنة متبعة رصد فيروس كورونا الدكتورة جمالة فرار كشفت نبيل بكرا ووكيل الجمهورية المصغد بمحكمة بيرموند رايس في ندوة صحفية مساء يوم الأربعاء أن المشتبه فيه المتسبب في حادث المرور بطريق السريع بالعاصمة مهدد بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين بغرمة مالية من ستنال في 200 ألف دينار جزائري ويت ذلك بفضل تعديل القانون الأخير للعقوبات نسيما المدى 290 مكرر والتي تنص على معاقبات كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين الواجب من واجبات الاحتياط التي يفرضها القانون وفي خبير آخر منعت الحكومة رسميا استعمال حليب الأكياس المدعم من قبل كل المتعملين الاقتصاديين ومحالة بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم وحسب ما صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإنه بناءا عن المرسومة التنفيذية المعدل والصادر في 12 ففري 2001 فإنه يمنع مع عمبتا إعادة توجيه أو استعمال مادة مسحوق لإنتاج الحليب المباستر كمن الدسم أو غير من المنتوجات كالألبان ومشتقاتها وفي الأخبار دولية نتعرض رئيس الوزراء البريطاني بريس جونسون لحادث السيرة أمام مبنى البرلمان في لندن ونقلا عن موقع روسيا اليوم عن المتحدد باسم المكتب الإعلامي لجونسون قبله أن رئيس الوزراء كان داخل السيارة ولا توجد أي إصابة بالحادث ويعد هذا الحادث استمرار لسلسلة ما يعانيه رئيس الوزراء بعد شفائه الأخير من وباء كورونا منذ أثباع قليلة وفي بريطانيا أين كشفت الحكومة عن استخدام دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وحسب بيان للوزارة فإن العقار هو أول ذواء ضد الكورونا ثبث كذلك أنه يخفض خطر الوفاة جراء هذا المرض الذي يسببه الفيروس التاجي وبالأخبار دولية نصل مشاهدنا وياكم إلى نهاية الموجزة الإخبارية مشاهدة طيبة لبقية برامجنا في أمان الله موسيقى 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 موسيقى